أوروبا تعيش مرحلة جديدة وهذا ملف يخص الاقتصاد ففي خطوة أخرى من المتوقع أن ينخفض التدخم السنوي في منطقة اليورو إلى 8.5% خلال يناير من 9.2% في ديسمبر 2022 ووفق يوروسات بلغ التدخم في منطقة اليورو ذروته عند 10.6% في أكتوبر الماضي وانخفض ببطء منذ ذلك الحين تظل أسعار التاق المحرك الرئيسي لمعدل التدخم السنوية في منطقة اليورو بزيادة قدرها 17.2% مقارنة بشهر يناير 2022 هذا ومنذ يوليوز 2022 رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أربع مرات متتالية بما مجموعه 250 نقطة أساس للحد من التدخم في وقت تعهدت فيه رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستي لاغارد بالتمسك بسياسات التقشف لكبح جماح التدخم المفرد في منطقة اليورو